مرحبا بكم. رجعنا لكم بوسطة جديدة. ان شاء الله تكونوا بخير. تمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بي. بسكويت شاي 200 غرام. او اي نوع بسكويت. انتم ترغبوا فيه او متوفر عنكم. بنهرسه. هيك هو بعد منهرس. بنوضعه في وعاء. بنضيف 100 غرام زبدة. او نصف كوب تكون سايحة. على الماكرويف ممكن. بنخلط جيد. حتى بنسجم بسكويت مع الزبدة. وبنسكوب في الوعاء. وفي الكوب. طبعا الكمية. حسب. بالتقدير يعني بالنظر. زي ما انتم شايفين. ممكن احنا. في كوب. نستخدم كوب او اي شي. اداة. لنهرس. بسكويت مع الزبدة. حتى يكون كتلة واحدة. هيك. سكبنا. طبعا. بالعين. كمية حسب. ما بتكويت. زودة. نقصه. هان نعمل الطبقة الاولى. ماء نصف لتر. اتنين كوب. ونصف. سكر. تمانين غرام. نصف كوب تقريبا او اقل شوية. نشاء الزرة. خمسين غرام. تلات معالق طعام. مليانة. حليب مجفف. خمسين غرام. نصف كوب. قهوة سريعة الزوبان. اربعة غرام. معلقة صغيرة. وملح. رشة. صغيرة. وهان فانيلا. معلقة صغيرة. خمسة غرام. نحرك المكونات. جيد. بخصوص الحليب. احنا ممكن. نستبدل الحليب. المجفف. او الحليب البودرة. نستبدله. بحليب سائل. بنحزف نصف لتر الماء. بنحزف حليب البودرة. بنوضع نصف لتر حليب سائل. اثنين كوب ونصف. بنقلب باستمرار. لمدة تقريبا خمس دقائق او حتى تنضج. حتى تكون سميكة. مثل ما انتم شايفين. هيك. طبعا الزبدة هي اخر شي بنضيف في الزبدة. نضيف خمسة عشرين جرام زبدة تقريبا مع لقتين طعام. ونحرك تقريبا يعني لمدة ثواني يعني. ونرفعه من الطباق. وبنسكوب. هالي طبقة التانية صارت. طبقة الاولى البسكوت. طبقة التانية طبقة القهوة الكافي. فيها طعمها كتير كتير لذيذة. طعمها مثل المكة. نسكوب. الآن نعمل طبقة تالتة. نوضع ماء نصف. تقريبا نفس الخلطة الاولانية. ولكن نفس الطبقة الاولانية. ولكن الاولانية بدون كيكاوة. هذه بنضيف لها كيكاوة. فقط. فقط نضيف الكيكاوة هنا. كل نفس الشي. نفس الطبقة الاولانية بالضبط. فقط نضيف الكيكاوة. ما في شيء تغير. هديك بالكافية هدي بالشوكولاتة بتصير. هي طريقة كتير كتير السهنة. طبقا بالنسبة للطبقة التانية والطبقة هدي. ما بنصبر كتير يعني. مسافة نحن نخلص هدي تقريبا نشهد 5 دقائق 10 دقائق او ممكن نصبر 10 دقائق ربع ساعة بنسكوب على الطبقة الاولانية ما في مشكلة. ولكن الكريمة بخصوص الكريمة اخر شيء لازم تكون باردة. الكريمة باردة لازم تكون. الكعكة تكون باردة اقل شيء 3 ساعة تكون باردة. عشان الكريمة ما بتيتحمل حرارة الكريمة. نضيف الزبدة هالجات. ونحركه بنص كوب هلأ هلأ بعد ما نسكب بننتظر أقل شيء ثلاث ساعات يعني بتبرد شوية بنوضحها في التلاجة تقريبا شيء ثلاث ساعات من شان الكريمة ما بتتحمل حرارة وبتفرط معنا الكريمة الكريمة لازم تكون بردة وهذه لازم تكون بردة وهذا كل شيء يعني موضوع كتير سين هيك احنا بنسكبهم نتركهم يبرد هلأ بضل المرحلة الأخيرة اللي هو الكريمة نجيب 300 جرام كريمة سائلة أو طازجة 300 جرام تقريبا بيجو كوب ونصف من الماء ونضيف الفانيلا ونضيف سكر 30 جرام دائما السكر مع الكريمة 10 في المية السكر بيكون كريمة بتكون 300 سكر 30 كريمة لتر سكر 100 جرام 10 في المية السكر دائما بيكون نخفقها جيد وممكن احنا نستبدل الكريمة طازجة بكريمة بودرة ولكن كريمة البودرة مثلا بيكون بكات 130 جرام كريمة بودرة بنضيف بدل المية بنضيف حليب سائل مع كريمة البودرة بتطلع نفس الكريمة هاد بتطلع نفس النتيجة تعطيكو يعني كريمة بودرة 150 جرام وحليب طازج 150 جرام نخفقهم جيد ونضيف السكر والفانيلا بيصير نفس النتيجة بتديكو هيك صارت جاهزة نعملهم اجزاء متل ما بتكو تكون حجم القطع تزين اختيار التزين كيف انتو بتحبو تزينو انا عملت بالورقة بسة الورقة وعملت رأس قلب في الورقة اه من رشك كاو مور عليها او اي شي موجود بتوفر عنكو فيكو تزينو يعني انا بس مجرد بديكو افكار وهان بوضع بسكوت مهروس بسكوت مهروسة نوضع وهان نوضع كاو مور يعني مجرد افكار وانتو عليكو الابداع وهذا الشكلها النهائي كتير كتير روعة وطعم لا يقوم وكل عام وانتم بالف خير ولكن تركوها تبرد اكتر بيكون افضل كمان لا نتستركوا بالقناة شكرا لكم مع السلامة